معنى كلمة القدر هو المساوي للشيء يعني لما أقول الشيء ده أحنا بقول في اللغة بتاعتنا نعمل الشيء ده قد ده قد يعني مساوي قد يعني قدر هذا قدره هذا ده في اللغة طيب ولكن المقصود هنا لا المقصود هنا القدر هي المكانة والعظمة والشرف يبقى إذن هذه الليلة سميت ليلة القدر لأنه نزل فيها قرآن له قدر على نبي له قدر بلسان جبريل عليه السلام له قدر على أمة جعل الله لها قدرا فالقدر يحط بهذه الليلة من كل الاتجاهات كل النواحي ليلة العظمة قالوا سميت بليلة القدر لأن من قامها نال القدر والشرف والعظمة عند الله يا رب هذه واحدة وقيل سميت ليلة القدر لأن العبادة فيها لها قدر عن غيرها نحن نقول خير من ألف شهر يعني خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر يعني أكتر تقريبا 83 سنة وأربع شهور يعني العبادة في تلك الليلة تعدل عبادة 83 وتمانين ليلة 83 ليلة في مدار 83 سنة لالي 83 سنة وأربع شهور إذن داي خلينا إحنا نسعى جاهدين إن إحنا ننال هذه الليلة ننال البركة في هذه الليلة من قيام من تلاوة قرآن من ذكر من دعاء وانتكلم إن ليس المقصود القيام يعني الصلاة فقط لا دا الإنسان ممكن يعمل أكتر من حاجة في هذه الليلة إذا إزاي نعم هؤل لحضرتك معنى القيام احنا قلنا قبل كده معنى كلمة قيام الليل هو بيشتمل على أمور كثيرة منها الصلاة هذا هذه يعني من أعمال قيام الليلة والذكر وتلاوة القرآن والدعاء يبقى الإنسان إن فتر عن الصلاة مش قادر يقوم يصلي يبقى يقرأ القرآن ويدعو مش قادر يقوم يصلي ممكن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يذكر الله سبحانه وتعالى ممكن يرفع يديه بالدعاء يعني إذا الإنسان ممكن ينوع العمل في هذه الليلة الليلة مش قيام بس ده قيام ودعاء وذكر لله التماث رحمة واللهم إنك عفو ونكلم ليه الدعاء ده خاصة في هذه الليلة طيب وسميت ليلة القدر بمعنى الضيق أذلك الكرآن الكريم يقول فمن قدر عليه رزقه قدر يعني إيه؟ ضأ عليه رزقه ضأ عليه رزقه طب وإيه مناسبة الضيق هنا؟ قالوا في هذه الليلة تنزل الملائكة من السماء وتنتشر في الأرض حتى تضيق الأرض من كثرة نزول الملائكة الله في تلك الليلة الله بذلك الكرآن الكريم السلام هي حتى مطلع الفجر إذن هي ليلة سلام ليلة ليس فيها شر ليلة لا يتأتى فيها شر هي ليلة الزكر والعبادة والقدر